اشتركوا في القناة اما الاعلام او الرايات فحدث ولا حرج وراية العراق الخفاقة بعبارة الله اكبر اصبحت واحدة من الفراية الاغرب من كل هذا اختيارية تطبيق القانون والدستور العراقي وفق اهواء ومصالح قسمت العراقيين الى درجات وفئات فمنهم من هم فوق القانون ومنهم من يذبحون بالقانون ومنهم من يعيشون على همش القانون ومنهم من يضربون بالقانون عرض الحائط ومنهم من تجده اشد عداوة للقانون وفي النهاية وان جاء مسؤول وطبق القانون على الكبير قبل الصغير يظهر من يقيم الدنيا ولا يقعدها وهذا ما حصل في قضية اعتقال القيادي في الحجد الشعبي قاسم مصلح وفقا للقانون حينها اخرس الحق واضهر الباطل قوى لا دولة وصفت الدولة باللا دولة فتمرد المرؤوس على الرئيس وتبادلت مواقع المسؤوليات دون خجل من شعب عمره آلاف السنين فهناك من وصف اعتقال قاسم مصلح بمحاولة اعادة العراق الى الدكتاتورية وهناك من افتى بان عناصر بعض الجماعات فوق الشبهات واعلى من القانون بدرجات وهناك من صرح علانية ان من يسعى الى كسر هيبة بعض الجماعات تحت اية حجة انما هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة وهناك من يدعو الى حصر سلاح الدولة بيد الجماعات وهناك 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 لك الله يا عراق كم تستباح وكم من دماء ابنائك كل ثانية تراق بسلاح عاق لك الله يا عراق